رأس معاني السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عمال الجلسة 21 للمجلس في دور العقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس بدأت الجلسة عمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة وذلك قبل أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة واحد من القانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2006 بشأن مهم واقتصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية كما نقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات ويهدف مشروع القانون إلى ضرورة تقرير مواجهة جنائية لظاهرة تعنت الحاضن وامتناعه عن تمكين صاحب الحق في الزيارة من مباشرة حقه الطبيعي في زيارة المحضون ورؤيته وذلك لسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات اشتركوا في القناة